حاجة كمان معانا النهاردة ازاي اقرى الخريطة. طيب هنتخيل انا وانتو كده ان انا يعني انا معي خريطة وانا رايح مكان سياحة جديد. انا عايز افهم ازاي لو انا في منطقة معرفوش هقدر اقرى الخريطة اللي في ايدي واعرف معالم المنطقة اللي انا فيها واقدر اتحرك في المكان ده. فانا وانتو هنعتبر نفسنا ان احنا في منطقة سياحية جديدة مثلا ايدي كانت ايه المنطقة دي? ومعانا خريطة. اوك? طيب. اول حاجة لازم نعرف اتجاهات الخريطة. بمعنى ايه اتجاهات الخريطة? يعني انا لازم اوجه الخريطة صح. اعرف فين اتجاه الشمال واحط الخريطة على الاساس ده. يعني انا واقف مسلا ناحية اوجه خريطتي على ناحية الشمال واقف انا كمان ناحية الشمال. يعني لازم الطريق مسلا قدامي. لازم اقف انا في الطريق ويبقى قدامي. يعني منفعش انا اقف وعكس الخريطة لان مش اقدر تحرك. تمام? اوكي. تاني حاجة لازم اعملها لازم اقرأ المقياس كويس جدا. علشان اعرف انا فين ما معنى. يعني الخريطة دي مسلا يعني اعتبر انها خريطة مدينة ساحية صغيرة. تمام? فالظاهرات هتبقى عليها كبيرة جدا فلازم انا اركز فيه المقياس عشان اعرف المسافة هتبقى قد ايه من هنا لهنا ومن هنا لهنا. اوكي? علما لو ما قردت لو ما قردتش الخريطة مش اقدر احدد المسافة بين المعالم السياحية وبعد. اقدر امشي قد ايه من المنطقة اللي انا واقف فيها. علشان اوصل للمسافة او اوصل قصدي للمعلم اللي هناك ده. اوكي? فلازم اعرف مقياس الاسم عشان اقدر احسب المسافات. تمام? لازم نتعلم نقرأ خطوط الطول ودواير العرض. طب انا هحتاج خطوط الطول ودواير العرض في ايه? زي ما قلنا في الاول خطوط الطول علشان اقدر اعرف الوقت او الزمن. طبعا لو انا في منطقة صغيرة انا مش احتاج خطوط طول في اي حاجة. تمام? طيب. دواير العرض برضو نفس الشيء. بس هقول لكم حاجة خطوط الطول ودواير العرض دي انا ممكن احتاجها في ايه? لما بقى في كامبين. اكي? يعني منطقة كبيرة وفاضية. ما فيهاش اي معالم. هحدد مكاني ازاي? لازم اشوف خطوط الطول ودواير العرض. اكي? زي مناطق التخيين. لازم اقرأ مفتاح والوان الخريطة. انا في مدينة سياحية مسلا وعندي علامات على الخريطة بتبينني استيكة الحديد. اه مكان المسجد. مكان الكنيسة. اه انا هنا انا في المكان الفلاني ومسلا فيه قدامي اه مسلا جبل. او بعد مسلا مسافة ادي ايه? فانا ما اقدرش اعرف ايه الحاجات دي? او ايه الرموز اللي بتبقى من الصومالي الخريطة دي الا لما ابص على المفتاح كويس جدا. واعرف كل رمز من دول بيدل على ايه? علشان ابحث عن المكان اللي انا عايز اروح له. اهم حاجة في كل اللي احنا قلنا ده ان انا احدد مكاني فين بالزبط. يعني ان الخريطة مش هتفدني في ايه حاجة لو انا مش عارف مكاني فين عليها. اوكي? ولازم احدد خط سري. يعني انا في المكان الفلاني مسلا عند النقطة دي عند النقطة الف دي لازم اعرف انا همشي ازاي? احدد اتجاهي فين? انا رايح فين? واعاجي منين? علشان ما ضيعش وقت كتير وعلشان ابقى استفدت من خريطة الاستفادة القصوة. تمام? كانت ده طبعا بيانطبق على مدينة سياحية او سواء ان انت كنت طالب وفي مكان معين لسه جديد عليك وعايز آآ تعمل فيه فلازم ااخد بالي انا فين? واخد بالي ازاي? اقدر اقر خريطة كويس جدا. والموضوع ده ما بيجيش كده. يعني حتى لو انا طالب بيعرف فيها ممكن اشوف خريطة جديدة وما اقدرش اقراها. يعني للوهلة الاولى مسلا احس ان خريطة مليانة معلومات كتير جدا وانا مش مش عارف مش هقدر اجمعها. فالموضوع ده بيجي بالتدريب. يعني لازم اشوف خرايط كتير جدا وخصوصا لو انت مسلا في محافظتك او في مكان معين ان انت فيه اشوف خرايط متنوعة. خرايط تبغرافية للمنطقة بتاعتك. خرايط آآ خرايط جوية. آآ خرايط آآ اللي هو مصل على النبي. آآ خرايط مسلا سياحية. لازم اشوف انواع خرايط كتيرة للمكان اللي انا فيه علشان اقدر اتعلم اقرى الخريطة صح.